على درب أجدادهم حارقي الكتب قصدت ميليشيا الحوثي الإرهابية الطريقة إلى المكتبة المركزية في جامعة تعز تتمركز فيها قناصتها تعبث بالتاريخ وتنشر الموت في عاصمة الحياة محاولة اغتيال المستقبل من إحدى أكبر قلاعه المعارفية في اليمن كانت المكتبة المركزية تعاني من نقول نوعا ما من ركود كامل بسبب ما تعرضت له خلال فترة الحرب من دمهر شامل من سرقة كبيرة لمجموعة كبيرة من الكتب من تلف كبير لأثاثها المتواجد داخل المكتبة حرب على الماضي والحاضر ظنت بتوحشها أنها ستغتال مستقبل البلاد وستسلب ذاكرة التاريخ بسرقة ما نقشته حضارة العصور القديمة من كتب ومخطوطات كانت النورة في زمن الظلام مخطوطات من خمس إلى سبع مخطوطات تقريبا ولكن كذلك تعتبر من ضمن الأشياء المفقودة داخل المكتبة كعادتها تشن الميليشيات الإمامية حربا على التاريخ تاريخ تحرق فيه سلالة كتب ومكتبات مناوئيها قديما وحديثا فيه كان مخطوطات تقريبا نهيبات وفيه رامات الحواسيب سرقت أيضا ما بين القارئ والكتاب إذن حرب حالت بينهما منذ أن حولت ميليشيا الحوثي أقسام المكتبة إلى ثكنة عسكرية تتمركز فيها القناصة وتتزاحم الأسلحة والألغام كمخزن لسلاح للمعرفة وتلك ثقافة تتبنها الجماعة لترسيخ مبدأ التجهيل في المجتمع بدأنا باستعادة المكتبة بطريقة جيدة بدأنا بتصنيفها ترتيبها إضافة بعض البرامج الأكترونية إدخال الأكتروني الإدخال الآلي لمجموعة الكتب حراك مستمر لتبيض رفوف المكتبة ونفض غبار الحرب حرب أريد من خلالها إعادة تاريخ أسود إلى مدينة الرسوليين وعاصمة الثقافة عاد التاريخ من جديد لكنه عاد يسجل في أنصع صفحاته مقاومة شعبية استلهمت بطولاتها من مقاومة اليمنيين للفكر السلالي كفكر دخيل جاء به الإمام الهادي محاولا حصر السلطة والعلم على سلالتهم دون غيرهم وتلك عبودية رفضها اليمنيون عبر التاريخ تكشف التغييرات الحوثية للمناهج التعليمية عن حقيقة استهدافها لدور المعرفة والمعلومات ذلك المخزون الحضاري والأرث التاريخي الذي تعري مجلداته الإمامة وتكشف عن أزمان عدائها لليمنيين أزمان أرادت محوها من ذاكرة التاريخ غير مدركة بأن التاريخ يكتب بدماء جديدة عبدالعزي الزبحاني من شباب تعز